صحة وسعادة صباح مليء بالخير والطاقة الإيجابية المتجددة أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بتعاون مثمر مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعينا صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها وغير ذلك من المواضيع الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع أطيب التحيات مني لكم محدثكم محمود يوسف ومن الإخراج الأستاذ عيسى سبيل ومن طاقم الإعداد في قسم الإعلام بإدارة التسويق والإتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي مستمعينا بالأمس يعني كنا قد وعدناكم بأن تكون هذه الحلقة حلقة مميزة نفتح فيها ملف طبي حيوي جدا لكن قبل ذلك خلونا ننتقل إلى بعض الأخبار والتقارير التي تطالعنا بها وكالات الأنباء يعني هناك خبر يقول وهذا الخبر طبعا خاص بمشاهير هوليوود من لا يرغى في أن يكون مظهره مثاليا منه إذا ما كان الشخص من المشاهير فلن يقتصر الأمر على التفكير بل إنه يتعدى للقيام بعدة جراحات تجميلية بحثا عن الكمال رغم أن الغاية من الأموال الطائلة التي يصرفها المشاهير على مثل هذه الجراحات هو الحصول على مظهر أكثر جمالا لكن الأمر يعني في بعض الأحيان يسبب خيبات أمل مضى الخبر يتحدث عن قائمة طويلة من مشاهير هوليوود ممن لجأوا لجراحات التجميل وغيرت حياتهم تماما سواء يعني بعد فشلها أو نجاحها في تغيير ملامح وجوههم حتى أصبحوا أشخاصا آخرين يشير الخبر إلى أن عمليات التجميل لم تكن هوسا لدى النساء فقط فقد خضع الكثير من الرجال لمثل هذه الجراحات التي ما زالت تحاصرها بعض المخاطر قد يبدو للبعض أن جراحة التجميل هي نوع من العمل السحري الذي يؤدي بزمن قصير دون عناء أو مشقة ويحصل المريض من خلال هذه العمليات على أفضل النتائج دون ألم ولا معانا ولا يعني ندوب إذا إن صح التعبير هذا التصور لم يأتي من فراغ فالترويج غير المسؤول أظهر هذا النوع من العمليات على أنه في منتهى البساطة وإن كان البعض ينظر إلي على أنه من المعجزات عموما مستمعين تاريخ جراحة التجميل في العالم يرجع يعني إلى الهند حيث استخدم الأطباء في الهند القديمة وتحديدا طبيب الهندي الكبير سوسروثة ترقيع الجلد في القرن الثامن قبل الميلاد واستمر استخدام هذه التقنيات حتى أواخر القرن الثامن عشر وفق المصادر وما تعرف على هذه المصادر أيضا من خلال ضيفنا في الستوديو كذلك من أتأكد من كثير من المعلومات في هذا المجال أيضا تمكن الرومان من استخدام تقنيات بسيطة مثل إصلاح الأضرار في الأذن بدءا من القرن الأول قبل الميلاد وظهرت عمليات التجميل في أوروبا في القرن الخامس عشر وأجريت أول عملية التجميل في أمريكا عام 1827 على يد الدكتور جون بيتر في عصرنا الحديث انتشرت جراحات التجميل ومعها الطموحات الكثيرة المحفوفة بالمخاطر هذا هو موضوع ملف الأسبوع الذي يسعدنا أن يكون معنا لمناقشته الدكتور محمد وسامة كيالي رئيس قسم تنظيم إدارة التنظيم الصحي بهاية الصحة بدبي والدكتور مروان الزرعوني استشاري ورئيس قسم التجميل بمستشفى راشد حياكم الله معانا دكاترة الله يحيك أهلا مرحبا في البداية دكتور يعني خضنا تاريخ هذه العمليات من بدأت حتى الآن لكن يبقى السؤال هل بالضرورة أن عمليات التجميل للتجميل فعلا؟ أم أن هناك ما يستهدف منها إصلاح أضرار معينة في الوجه أو الجسم تعريف عمليات التجميل شو؟ أساسا مثلا ما ذكرت في البداية العمليات التجميلية بدت قبل مئات السنين ولكن العمليات هاي تغيرت ففعليا بدت العمليات هاي في الحرب العالمية الأولى والثانية يوم شافوا الجنود اللي بدوا يردون عندهم تشوهات بالأساس يعني على الوي والمناطق الثانية من الجسم فحاولوا أنهم يعدلون من التشوهات اللي موجودة هاي على أساس يحسنون من المظهر الخارجي ومن نفسية الجنود اللي ردوا ففي البداية فعليا كانت عمليات ترميمية لإعادة ترميم تشوهات موجودة ممكن تكون لأسباب حروب أو لأسباب خلقية لكن في الفترة الأخيرة خلنا نقول آخر ثلاثين سنة أو خمسة ثلاثين سنة الفكرة هاي تغيرت فالناس بدت تلجأ لهالنوع من العمليات لأسباب كمالية لأسباب ممكن يكون له علاقة بنفسية الشخص أنه ممقتنع بنفسه أو الوظيفة اللي هو يشتغل فيها تطلب منه أن يكون بمظهر معين بشكل معين فالنظرة تغيرت فالناس ما كانوا ما يلجؤون للتجميل للأسباب الترميمية لا أكثر شيء للأسباب الكمالية للتجميل اللي ممكن نقول أغلب الأحيان غير ضروري نعم طيب دكتور يعني هني هذا الموضوع يقودني للحديث هؤلاء الناس هل هم النساء أو هل هن النساء ولا الرجال ولا الصنفين في البداية النساء أكثر كانوا أكثر ليش لأن الضغوطات على النساء أكثر في البداية أولا ضغوطات في العمل ثانيا ضغوطات في البيت لأن المطلوب منهم أكثر من الواقع فطبيعة الحال هم بيلجؤون لهذه العمليات على أساس أنه يحسون أنه هو الملجأ الوحيد اللي موجود اللي ممكن يساعدهم على أساس يحسون بالثقة بالنفس في المجال الشغل اللي هم يشتغلون فيه كمنافسة للرجل نعم ولكن الفترة الأخيرة حتى الرجل بدأ يتغير حتى الرجل بدأ يحس لا أنه في شيء غلط أن الحرمة حين خذت مجالات كبيرة توسعت في هالأماكن وهو بدأ حين يحس أنه مستوى نزل والحرمة بدأت تأخذ الأماكن اللي هو المفروض أن يكون من وجهة نظرة فيحاول أنه بنفس الطريقة يفكر أنه مدام الحرمة لجأت للتجميل خلني أنا بعد ألجأ للتجميل لكن في النهاية أنت قاعد تتكلم عن المظهر الخارجي ففي الوظيفة أو في الأماكن العامة مو بالمظهر الخارجي هو الأساس صح الخارجي مهم ولكن طريقة التقديم طريقة التفاعل مع الناس طريقة الحوار هذا مؤثر أكثر من المظهر الخارجي لكن الناس يخلون هذا كجزء ثانوي الأساسي هو المظهر الخارجي نعم دكتور محمد أسامة كيالي أنا اسمح لي بابتدي الحديث دائما مع الخبير في هذا المجال لأننا كان عندنا محاور كثيرة معك حول القوانين والتشريعات في تنظيم هذه العملية أيضا بستكمل الحوار معكم أطبعنا الجلا في هذه الحلقة لكن من بعد ما أتوقف مع فاصل قصير فاصل ومن ثم سوف نواصل أيضا المستمعين اللي حاب يشاركنا بأي تجربة في هذا المجال ما علي إلا أن يتصل على 6551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006 فاصل ومن رجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي مستمعين نذكركم موضوع الحلقة اليوم موضوع الملف الطبي اللي فاتحين نحن في هذه الحلقة اللي هو عمليات التجميل ما لها وما عليها أيضا نستضيف معنا في الستوديو كل من دكتور محمد وسامة كياري رئيس قسم التنظيم بإدارة التنظيم الصحي والدكتور مروان الزرعوني استشاري ورئيس قسم التجميل بمستشفى راشد للتواصل معنا يمكنكم الاتصال على الرقم 600551414 أو عبر الرسائل النصية 4006 وأيضا من خلال مواقعنا على وسائل التواصل الاجتماعي على الأكاونت أو الحساب DHA underscore Dubai وأيضا يمكنكم متابعة جانب من الحلقة من خلال برنامج البريسكوب على نفس الحساب اللي هو DHA underscore Dubai دكتور مروان نحن كنا قد توقفنا يعني في بداية أو في الجزء الأول من هذه الحلقة عن مفهوم عمليات التجميل وأيضا تحدثنا أن هذه العمليات ليست قاصرة فقط على جنس معين أيضا الرجال قاموا يتوجهون لهذا النوع من العمليات الآن اللي أنا أحب أتعرف عليه يعني مدى مأمونية عمليات التجميل بشكل عام يعني نسمع دائما عن نجاحات لهذه العمليات ونسمع كذلك عن مآسي في هذا الجانب يا ترى هل هذه العمليات آمنة؟ عامة إذا نلجأ للإعلام خلا نقول إعلام أول شي أغلب الناس اللي تسمعها أو اللي تتوجه له أول شي هو الإعلام فالإعلام يبين العمليات التجميلية أنها آمنة 100 بن 100 ودائما توضح لهم الجانب الحسن العمليات تكون فيها ناجحة 100 بن 100 وهالكلام غير صحيح في الواقع لأن العمليات التجميلية ممكن تكون عمليات صغيرة وبسيطة وهذه العمليات آمنة وممكن تكون عمليات كبيرة وهذه خطرة ولها مضاعفات ويا ما شفنا مضاعفات ممكن تكون المضاعفات من أشطر دكتور وممكن المضاعفات من دكتور تول متخرج ما لعلاقة لكن في النهاية خلنا نقول العمليات هاي هل هي ضرورية أو كمالية العمليات في البداية كانت ضرورية لكن النازحين بدأت تتوجه للكماليات لكن في النهاية ما يحصلون القناعة اللي المفروض تكون موجودة عندهم لأن للأسف أغلب خلنا نقول الدكاترة يعني ألوم دكاترة أو زملائي اللي في القطاع الخاص أو اللي موجودين في القطاعات الثانية من جراحين التجميل أحياناً يبالغون في هاي النوع من العمليات يضروا لها من نظرة تجارية نعم للأسف دكتور أنا بأخذ مداخلة من المستمع أحمد تفضل ألو يا هلا السلام عليكم السلام تفضل أخوي بغيت أسأل الدكتور أي عملية يسوونها يعني لازم يسوونها يسموونها مثلا أحمد مرة ثانية ما سمعتك يعني أي عملية مثلا يسوونها في مستشفراشد يسوونها تجميلية جراحة تجميلية ولا ما يسوون طيب يعني أنت تقصد العمليات المتوفرة في مستشفراشد أنا بتكلم عن هذا الموضوع لأننا تعافي ليسا نسوينها عملية نعم عندنا في مستشفراشد حد منتي أيوة بحدين تضحنا مسوينا خياطة عادية كنت رؤل بس الله يخليكم خذوا رقم أحمد ما نحتاج نكلمة مرة ثانية لأن المكالمة ما كتملت طيب دكتور أنا أعتقد أحمد يمكن عنده تجربة في مستشفراشد بس قبل لا أطرق لإجابة على سؤال أحمد خلنا نتكلم عن مستوى الخدمات الطبية التي توفرها هي تصحها في دبي لإجراء مثل هذه الجراحات التجميلية أولا أثنين خلنا نتطرق لموضوع اللي طرحها أخوي أحمد أنه سوى عملية لبنته أنا على الحسب ما فهمت أنه سوى عملية لبنته المفروض أن تكون عملية تجميلية اكتشف أنها هي عملية خياطة فقط أنا هذا اللي فهمت أولا العمليات التجميلية متوفرة عندنا نحن تركيزنا الأساسي على العمليات الترميمية لتصليح التشوهات الخلقية والمرضى اللي يمرون علينا من قسم الحوادث حوادث السياير أو الحروق اللي موجودة تركيزنا على الترميم أكثر ولكن في الفترة الأخيرة آخر تقريبا خمس سنين نحن ركزنا أيضا على العمليات التجميلية لأننا شفنا الطلب زاد ونفس الوقت الناس يحبون هالنوع من الخدمات بأسعار رمزية ونحن بطبيعة الحال حابين أن نقدم كل الخدمات الناس تطلبها وما نرفضهم فالفترة الأخيرة مدام هم طالبين التجميلية نحاول نقدمهم التجميلية على أساس أنهم ما ينغشون بالقطاع الخاص بإجراء عمليات هم محتاجين لها جميل الآن بنتقل دكتورنا اللي جابع على سؤال أحمد بس يقول أن المفروض أن نسوي عملية تجميلية بس حصل أن هي خياطة السؤال ما عرفت تفاصيل السؤال هل العملية هاي نحن كقسم جراحة التجميل سوينا العملية أو قسم آخر لأن ممكن يكون صابها مثل حادث أو شيء وقسم ثاني اللي مسوي للعملية وفي النهاية في بعض الناس يتلخبطون في موضوع الخياطة مثل موقف أنا واجهني في قسم الحوادث شاب كان تعرض لحادث وسألني أول سؤال شو اللي بتسوه لي قلنا طبعا بنخيط اللي يرحل عندك قال لي هل تخيطون أنتو خياطة ليزر قلت لخياطة ليزر ما في شيء اسمي خياطة ليزر أن نحن اللي نعرفه أن الليزر هو مجرد ضوء نحطه على اليلد لمثلا تخشير الجيلد أو استخدامك مثل ستشين يعني نقص اليلد أو شيء شذي لكن عمرنا ما نسمعنا عن خياطة ليزر أو يعني مسميات أخرى يسمونها فعقب اكتشفت أن المقصود فيه هي خياطة داخلية يعني نفس الغرس بس تكون من داخل على اساس أن الخياطة هاي ما تبيت لكن هل نعمل كل المرضى على حسب الحالة في بعض الحالات واحتياجاتها لأن بعض الحالات خياطة تكون داخلية وبعضها من خلق خارجية لأسباب طبية طيب الحين بنتقل دكتور إلى الدور الرقابي للهيئة أنت ذكرت ولمت زملائك من العاملين في القطاع الخاص على بعض الممارسات هنا أبغى أنتقل إلى الدور الرقابي الهيئة على المراكز اللي تمارس مهنة التجميل يعني دكتور محمد وسامة إذا ما نتحدث عن الحملات التفتيش اللي تقوم بها الهيئة وأيضا دور الهيئة الرقابي على مثل هذه المراكز بسم الله الرحمن شكرا جزيلا على الاستضافة كلنا نعرف أنه إدارة تنظيم الصحي الإدارة المنطبية الرقابة على الترخيص للمشاهدة الصحية العاملة في القطاع الطبي الخاص في إمارة دبي وهناك قسم ضمان الجودة بشكل مستمر يقوم بدورات رقابية وزيارات ميدانية للقطاع الصحي في إمارة دبي لتأكد من أنه القطاع يطبق آليات تضمن سلامة المريض نعم نحن هون حابين نذكر نقطة مهمة جدا أنه الطبيب يبذل جهد ولا يضمن نتيجة النتيجة كما أذكر دكتور مروان لها عدة عوامل تؤدي إلى نتيجة العملية الجراحية أحد الأشياء الأساسية التي تم الرقابة عليها هي التعقيم الطبي فأهليات التعقيم الطبي في المشارات الصحية في عنا معايير معتمدة مطبقة في القطاع الصحي ويتمر تدريب مفتشين عليها وضمن زيارة الميدانية تمر الرقابة على كيفية أهليات التعقيم الأدوات الطبية الغرفة العملية الجراحية الكالتشر كالتشر زراعة الهواء داخل العملية الجراحية داخل غرفة العمليات لأن كلها تهي أسباب تساعد على المخرج الطبي وهو النتيجة الجراحية في عمل التجميل عمل التجميل التهاب بسيط قد يؤدي إلى مضاعفات أو نتيجة غير مرغوبة من المريض هني دكتور أنا أبغي أسألك يعني شو هي أبرز حقوق المرضى في هذا المجال بمعنى يعني معرفة حالة الصحية معرفة اسم الطبيب الفريق المعالج المضاعفات والبدائل العلاجية هذه الأمور كلها يجب أن تكون واضحة للمريض تمام جزء أساسي من عفوا جزء أساسي من حقم الحقوق المريض المطبقة في إمارة دبي ومطبقة عالميا في كثير من الجهات الصحية هي معرفة العملية الجراحية مضاعفاتها الأثار الجانبية والبدائل اللي ممكن يتم بديل للعلاج الجراحي فمشاركة المريض في القرار الطبي شيء أساسي ونحن نوهنا عن طريق سياسات حقوق المرضى ومسئلياته أنه لازم المريض والطبي يجلسوا قبل اتخاذ القرار يبصر المريض بالإجراءات الجراحية تبيحتها المضاعفات ويكون سن المريض قادر أنه ياخد القرار حسب القوانية اتحادية 18 سنة هي الحد الأدنى من العمر أو يكون مسؤولية قانونية حتى ممكن 18 سنة ولكن ليس لديه قدرة في اتخاذ القرار جميل دكتور مروان أنا بعرج على مجموعة أسهلة من الجمهور بشكل سريع في سؤال يقول السلام عليكم مناخذ الإجابات بختصار دكتور السلام عليكم دكتور هل الفلر آمن؟ المرخص نعم فيه فلر غير مرخص؟ نعم أكيد فيه الغير قانوني اللي تصير بطريقة أنهم يهربونه ويبونه من دول ما بغير يذكر أساميها ويستخدمونها في البيوت وفي الصالونات وفي مجالس الحريب طيب أضرار البوتكس؟ البوتكس عامة ما لأضرار ولكن إذا استخدمت فيه أيادي ناس ممرخصين واستخدم بطريقة خاطئة ممكن تؤديه لمضاعفات وأغلب الأحيان مضاعفات مؤقتة طيب دكتور البلازمة تعتبر تجميل؟ أول شيء شوه البلازمة؟ البلازمة هذا الشيء نحن نسميه البي آر بي اللي هو بليتليت ريتش بلازمة هذا الدم يأخذون الدم المريض ويحطونه في جهاز نحن نسميه ويفصلون البلازمة عن الخلايا الثانية اللي موجودة في الدم ويعيدون حقنا في المريض طيب فتعتبر تجميل؟ ممكن وممكن لا لأن أغلب الدكتور يسوونها وهذا الصراحة أنا ما أشوف أي نتائج وعالميا ما أثبت نجاح البلازمة فما أنصح فيه صراحة في عندي مداخلة بسيطة هون نحن كإداعة حابين نوصل رسالة الأفراد للمجتمع الحصول على الخدمة الصحية آمنة لها عدة عوامل بس أهمها الحصول عن طريق منشأة صحية مرخصة مرخص في مجال جراحة التجميل ونتأكد أن الخدمة في عدة مسائل للتواصل مع هيئة الصحة لتأكد أن الخدمة هذه صحية أو مرخصة أو لا نعم دكتور بس تسمحوا لي أخذ هذه المكانة مقابل للفاصل تفضل السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله مرحبا أخي ممكن يعني نتداخل معاكم تداخل معانا ممكن مبارك الله فيك أنا سمعت منكم يعني أنه عملية التجميل وما عملية التجميل وبالنسبة للتشخيص تشخيص المرض أنا مرة أسعفوني إلى المستشفى مستشفى راشد قبل سنتين تقريبا ورقدوني في قسم سبعة تقريبا أربعة عشر يوم أنا أبغيك بس تختصر لي قدر الإمكان لأنه أبغي أطلع فاصل هيو التشخيص التشخيص يعني غير صحيح عند بعض الدكاترة في مستشفى دبي مستشفى راشد لما شخصوا مرضي يقول أنت عندك الرياح مش موجودة عندك يعني ضمور في الرياح عندك كذا فبعوا ناس يقولوا لا عندك يعني مرض تيبي يعني شخص ستة سبعة ذكاترة كل يوم يجيني واحد يقول عندك مرض كذا آخر شي أنا شرت من المستشفى ورحت الهند قالوا عندك يعني فقر في الدم وعطوني سبع بر والسلام ختام طيب الآن الواحد ما يأمن بعضه ما يأمن بعض الدكاترة للأسف ما يعني في المستشفى ما عندهم يعني معرفة يقول عندك ضمور عندك ضمور عندك يعني في الرياح طيب كيف أنا أتنفس والدكتور الثاني يجيني يقول والله لا عندك يعني أنت وين تشتغل في مكان يعني تعرف على اسمك بس محمد محمد حسين محمد حسين طيب محمد بتسمع إن شاء الله ممكن تتكلم معك تحت الهواء لو تمحت ممكن تتكلم معنا نحن أردي كأي حد يداخل معنا نتصل فيه عقب البرنامج لا لأنكم إذا أنتوا يعني مثلا مضايقين من كلامي على البس المباشر أبدا أبدا شوف نشوف هذا البرنامج مفتوح لكم يا جماعة الخير اللي عند بالعكس هذه الملاحظات أي ملاحظة ممكن نتطور البرنامج لكم نحن قلوبنا مفتوحة لكم للجميع وإن شاء الله تحصلون الإجابة الشافية عمومة محمد أنا سامحني خدت المكالمة على عجالة بحكم أنه أنا عندي فاصل لازم أتوقف من خلال هذا الفاصل ومن بعد الفاصل من واصل معكم مستمعين الكرام أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام كنا قبل الفاصل في برنامج صحة وسعادة الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي قبل الفاصل كنا استقبلنا اتصال من المستمع محمد حسين تحدث دكتور محمد عن أنه كان هناك تشخيص غير صحيح في مستشفى راشد شخصه أنه عنده ضمور في الرئة وعند تي بي لكنه لم يقتنع بهذا العلاج وتوجه إلى الهند هناك شخصه فقر دم وعطه سبع عبر والحمد لله الآن إن شاء الله الله يديم عليه الصحة والعافية موجود هناك دكتور في مثل هذه الحالات يعني الآن شخص مثل هذا المستمع محمد حسين على حسب اللي أفاد فيه أنه لم يتلقى العلاج الصحيح والسليم في مستشفى راشد وهو مستشفى حكومي تابع لهيئة الصحة بشكل عام مثل هذه الحالات دكتور شو ممكن يسوي الشخص المتضرر؟ الأخ محمد حسين أو أي أشخاص آخر إذا كان عنده ملاحظة أو تعريق على الخدمة الطبية المقدمة من أي جهة داخل إمار دبي دارك في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أول شيء يلجأ له إدارة المستشفى اللي يتعالج فيه أو إدارة المنشئة الصحية اللي يتعالج فيها إذا معظم المنشئات الصحية الحاصة على الاعتماد جزء من آليات المطبقة داخلها هي يكون عندهم آليات لاستقبال الاقتراحات والشكاوي وعندهم آلية لرد على العميل أو رد على المريض بخصوص الشكوة أو الاقتراحة تبعا إذا لم يستطع الإدارة أن تحل مشكلة المريض وحاس أن هذا الموضوع يحتاج إلى جهة ثانية أو أخرى أبواب إدارة تنظيم الصحي في دبي مفتوحة من خلال مكتب إدارة الحوكم الطبية الذي يقوم باستقبال شكاوي طبية مختلف المرضى الجلوس إليهم أي شكوة طبية يتم استقبالها نجلس مع المريض يتم كتابتها بشكل رسمي نتم مساعدة المريض بالإجراءات الكتابية لتأكد من بياناتها ثم نقوم بطلب الملف الطبي من العيادة أو من المنشئة المشتكة عليها بما فيها المنشئات تابعة لحكومة دبي هيئة الصحة وبعد ذلك يتم التحقيق فيها وتأكد من صحة الشك أو لا طيب هنا أنا شوي ابتعدنا عن موضوع الحلقة لكن دكتور بس سؤال على السريع وباختصار الآن يعني الواحد يقول أنا ساير مستشفى حكومي يعني عانيت من الخدمة التي توفرها للهيئة الآن أروح أشتكي على الهيئة في الهيئة هل هذا الكلام يعني يقبل عاقل؟ صحي الإدارة التنظيم الصحية تتعامل مع الشكاوية الطبية المقدمة من الجمهور بشفافية ومساواة بين القطاع حكومي وقطاع الخاص نجاح حيادية حتى تشكيل اللجان يتم تشكيل اللجان مشتركة من القطاع الخاص وقطاع حكومي لضمان حيادية القرار جميل أنا هذا اللي كنت أريد أن تطرق له أن هناك دائما في مثل الشكاوية التي تأتي على هيئة الصحة يتم تشكيل لجنة محايدة تماما فيها طباء من الوزارة أو من الهيئات الصحية الأخرى في الدولة وأيضا أطباء كذلك من القطاع الخاص فهم قدر الإمكان أن يحاولون تقييم المساءة البحيادية نرجع لموضوعنا الأساسي دكتور دكتور مروان يعني ذكرنا أن هناك بعض المضاعفات السلبية لبعض عمليات التجميل يا ترى هل هذه المضاعفات ممكن تصل إلى مرحلات أن تسبب مثل الإعاقات الجسدية؟ المضاعفات متنوعة ممكن تكون مضاعفات بسيطة مثل تغيرات في الجلد أو ضمور في طبقات الجلد وممكن تكون مضاعفات كبيرة مثل التهاب وتسمم في الدم وممكن يؤدي إلى الموت لكن للأسف كل هالمضاعفات ما يذكرونها للمرضى مثل ما الدكتور محمد أسامة ذكر أن المفروض لازم الطبيب يذكر المضاعفات الموجودة أو الممكن يتواجه المريض قبل العملية لكن للأسف أغلب الدكاثرة بالذات دعنا نرد للقطاع الخاص ما يذكرون المضاعفات هاي ممكن يكتبونها في الأوراق أو في الملف أنهم ذكروا لكن واقعيا ما يذكرونها ليش؟ لأنهم حاطين في بالهم أنهم إذا ذكروا المضاعفات هاي المريض أو المريضة بتخاف وبتحاول أن تبتعد عن إجراء العملية هاي ونحن على العكس في القطاع الحكومي نحن قطاع سليم ومبنائي على أسس سليمة وصحيحة نحاول أن نوجه المريض لاتجاه الصحيح أن نخبره عن كل المضاعفات اللي ممكن تصير له على أساس أنه يكون على بيّنة على علم البداية مو بمعناه أنه نحن نخبره على أساس أنه بتصير له لا أنه هو يكون على أقل يكون على دراية فيها نعم طيب دكتور في أسألة بعد بنجاوب عليها على السريع الفيلر أو البوتكس لتجاعيد العين نعم هل هي مفيدة ولا؟ هي مفيدة إذا المريض محتاج له وأرد أقول مثل ما قلت في البداية إذا الشخص مرخص ويستخدم مواد مرخصة ما لأي مضاعفات طيب عمليات ميالان الأنف نعم يسأل بس بشكل عام شوي ميالان الأنف يعتمد على إذا هو كسر في العظم أو إذا في مشكلة في الغضروف نحن نسميه اللي هو الغضروف اللي شايل للأنف نفسه إذا الميالان لعلاقة بالغضروف لازم طبيب الأنف وذن حنجره هو اللي يدخل في الموضوع لكن إذا المشكلة في العظمة ممكن طبيب جراحة تجميل أو طبيب الأنف وذن حنجره طيب دكتور ما هي أهم المعلومات التي يجب علينا أن معرفته قبل إجراء أي عملية من عمليات التجميل؟ أول شيء لازم نتأكد من رخصة الطبيب يعني قديماً خلنا نقول أكثر من عشر سنين قبل كنا أول ما ندخل على أي طبيب في خلنا نقول القطاع الخاص مرة ثانية أول ما ندخل المكتب عنده أو العيادة نشوف الشهادات مليانة اللي يدار عنده والشهادات أول ما المريض يدخل يشوف كل هالشهادات ينبهر وأنا ما ألوم المريض لكن نحن كالدكاترا يوم نشوف الشهادات ثلاثة أرباحة شهادات يمكن كورس ما الساعة أو كورس ما الساعتين أو ما اليوم مسونا ومعالقنا أو يعني التقدير أو شيء جديد فمو شهادات علمية إذن أول مرحلة أول خطوة تأكد من أن الطبيب مرخص مرخص هذا واحد أثنين أثنين نسأل عن الطبيب هالأيام الناس للأسف يسألون الإعلام وأنا ما ألوم الإعلام الإعلام يشوفون يعني من الطبيب الزين يحاولون أنهم يبرزونه أوكي ولكن في بعض الدكاترا يمارسون ممارسات غير صحية فالمفروض أن الإعلام ما تبرز بهالطريقة فأنا أفضل أن المريض ممكن بروحه يدخل للسوشيل ميديا ويحاول أنه يكتشف شو الكلام هذا الصحيح أو لا طيب دكتور على عجالة الخطوات القادمة إذا في خطوات كم خطوة هي؟ قلنا هو شيء معرفة ترخيص الطبيب هل الطبيب أجر أي عمليات سابقة يعني ممكن هو يكون متخصص في هال المجال؟ خبرة الطبيب وبعدين نشوف الأوراق اللي قاعد يقدمها أوراق سليمة قال لك كل المشاكل أو المضاعفات اللي ممكن تصير له وخطوات إجراء العملية وبعدين ممكن يسويها اتباع البروتوكولات الطبية المعتمدة نعم إذن قانون تنظيم وزاولة المهن الصحية في دبي هل يشترط مثل ما ذكر الدكتور أبراز الترخيص المهني للطبيب والمنشاة الصحية أمام المرضى أم لا؟ فيه اتصال عندنا؟ طيب دكتور ما نحول هذا السؤال اللي بعد الاتصال هذا وليهمك ألو ألو السلام عليكم كم السلام تفضل أولا شكرا على هذا الطرح ثانيا قبل ما أبدأ في الموضوع الأخ اللي هاجم للطبة في مستشفى راشد أنا حاب أقول له يعني أنا مضى غالبه لكن يعني التشخيص في كل أنحاء العالم ممكن يكون إذا طبيب واحد أو طبيبين شخصوا بالغلط أو بعيد عن الحقيقة فهذا مش يعمم على كل الأطباء اليوم نحن في مستشفى راشد ومستشفى دبي عندنا من مجلس التعاون عندنا من الدول العربية عندنا من الدول أجنبية اليون ذي كي يشوفون أطبانا في مستشفى دبي وراشد حقيقة يعني هذا رقم واحد رقم مثلين يعني هم معناتك اليوم حتى الأطباء لخارج الدولة أنا أمامكم حين أنا لا أتحدث معاكم صال لي خمس سنوات أراجع مستشفى كبير وطبيب عالمي كبير خارج الدولة وحصل معاي خطأ طبي في دولة الإمارات وهذا يعطل يعني عادي قضى الله قدر وخطأ استوى وحتى الطبيب اللي يعالجني هناك ما قاعد يكتب لي في التقارير الطبية الآثار الزانبية ربما يخطئه في أسراء عملية لي بعد للتصليح الأملي للخطأ الأولي ولكن لا يذكر يعني مو معناتك نحن طبانا ما يذكرون طبعا مش عشان ما يذكر إن فيه آثار جانبية المهم أنت معاك طبيب أو منزل منه شو منصبة أو شو صفتة لكن أنا بقولك شيء اليوم في بعض العمليات الكبيرة اللي يفتحون فيها البطن أو القلب هناك يعني مثل شيء حاجات يعني تمسك العروض وكذا تترك في جسم الإنسان حاليا أنا أتحدث معاك في كليبات غيرة موجودة في جسمي في حد في كليب من الكليبات بوحمد صح معاي بوحمد نعم أبوحمد صح بوحمد بس يعني زاكر الله خير على المداخلة هاتي بس إذا تختصر لي يعني في ثلاثين ثانية على أساس أنه نفعل إن شاء الله أنا باختصر لك يعني ما الكليب هذا موجود في جسمي ما يقدر يشله لكن ما يأثر على جسمي ودجلة ما ذكرها لي اختشابتها في دبي في مستشفيات دبي اللي ما سووا لي الإنسكان والعشعة قالوا الكليبات هاي موجودة آن بسيطة لكن خلاص ما يحد يقدر يشلها فأنا أقول إن إحنا طبنا بخير مستشفياتنا بخير أطبنا الأطب الموجودين عندنا أكفى حقيقة وما عليهم كلا زاكر الله خير ربو أحمد على هذه المداخلة شكرا جزيلا لك دكتور نرجع لما كنا نتحدث عن اشتراطات إبراز الترخيص المهني للطبيب والمنشاة الصحية طبعا في نقطة مهمة جدا نحن جزم الأشياء من ركز عليها الشفافية بين أفراد المجتمع هيئة الصحة في دبي على الموقع الصفحة الرئيسية في هيئة الصحة أي فرد من أفراد المجتمع ممكن يفتح الويب سايت يسأل عن المنشأة ويشوف يو الأطباء المرخصين عندهم يشوف شهادات الأطباء المرخصين خبراتهم وين عملوا سابقا كلها موجودة ومتوفرة على الموقع الأساسي للصفحة الرئيسية للموقع هيئة الصحة هذا جزء من الأهداف الأساسي نشر المعلومات وتوفيرها لأفراد المجتمع لاتخاذ قرار سليم بناحية العمليات والإجراءات الجهازية أهني أريد أن أضيف على كلام لك الدكتور أيضا تطبيق أطباء دبي هذا التطبيق الذي فيه داتا كاملة تقريبا وهي تحدث باستمرار للأطباء المرخصين وأهمهم وتواجدهم وأيضا على هذا التطبيق الذكي ممكن يحصلون على الأندرويد والآيفون صحي فهذا كمان هيئة صحة ضمن الحكومة الذكية أطلقت تطبيق الأطباء دبي وأطباء دبي يعني إذا تغير تم ترخيص طبيب الآن فورا يدخل على البرنامج ويتحدث البيانات تبعيته ويظهر اسم الطبيب جنسيته شهاداته خبراته حسب تقديمها نحن لا ننشر الدورات لا ننشر الساعات التدريبية مثل ما ذكر الدكتور فالبيانات الصحيحة للطبيب هي يمكن تأخذها عن طريق تطبيق طيب دكتور كيالي يعني في وائد السلة كانت عن التكاليف والتكلفة التي تدخل فيها العمليات هذه عمليات التجميل يهترى ماذا الرقابة على الأسعار وسبب تفاوت الأسعار بالمشاهلة أخرى إمارة دبي ما شاء الله من الإمارات المميزة في العالم وتسعير الخدمة الطبية الآن في إدارة التمويل الصحي تعمل بخصوص تسعير الخدمة الطبية في المجتمع أفراد المجتمع يقسموا إلى ثلاث أقسام رئيسية ناس مؤمنين صحيا ضمن باقات التأمين تبعيهم يخطوا بعض الجراحات الأساسية وعلى غالبا جراحة التجميل تدخل ضمن لطاقات الباقات التأمين الشيء الثاني هو الكاش بير أو الدفع الشخصي معظم الأشخاص اللي يلجأوا لجراحة التجميل يلجأوا إلى اتخاذ هذا القرار أو الزائرين الزائرين لخدمة لإمارة دبي إمارة دبي تسوق للسياحة العلاجية كأحد أماكن التجميل المميزة في العالم وكون جميلا في دبي أحد الباقات اللي أطلقتها إدارة تنظيم الصحي في مكتب السياحة العلاجية لجذب السياحة العلاجية في إمارة دبي السعر يعتمد عدة أشياء أول شيء الطبيب خبرته مكان وموقع المنشأة طبعا هذا إلى عوامل كثيرة والكادر الصحي المتوفر في المنشأة الأجهزة والأدوات اللي تستخدم كل هاي عوامل تؤثر في اتخاذ القرار التسعير والخدمة الصحية في إمارة دبي جميل دكتور مروان أنا بتكلم عن مستشفيات الهيئة بشكل عام العمليات اللي تقوم بها يا ترى يعني إذا بتعطينا بعض الإحصائيات عن عدد عمليات التجميل التي تجرى في مستشفيات هايات الصحة بشكل عام وإضاء من خلال عادتكم العدد كبير خلنا نقول أسبوعيا نحن أقل شيء أقل شيء نسوي تقريبا ثلاث أربع عمليات في الأسبوع عمليات تجميلية عمليات تجميلية من العيار الثقيل نحن نتكلم عن أصلاح أضرار جزء منهم أصلاح أضرار لكن الجزء كبير تجميلي أمية بن أمية يعني مثل شد بطن شفط عمليات أخرى يعني نعتبر نعتبرها تجميلية لكن ممكن تكون بنظرة الناس أنها تجميلية بحت أمية بن أمية لكن نحن نشوفها هي جزء منها علاجية ليش؟ لأن المريض اللي نسوي لها نوع من العمليات نفسيا يكون تعبان يكون مثلا وزنة زايد ونقص وزنة بعد ما نقص خلنا نقول 40-50 كيلو تصير لها تراخلات فهي التراخلات نحن لازم نشيلها عساس أنه يرد للجسم الصحيح وشخصيته تتغير نفسيته تتغير هنا يبغي أستطيع دكتور يعني أكثر أنواع عمليات التجميل اللي يقبل عليها الجمهور صراحة أقول لك في القطاع الحكومي أغلب العمليات تكون عادة شد بطن وشفط وعمليات الصدر لكن في القطاع الخاص كل العمليات موجودة كل العمليات فيه يتكلمون عن كسور الأنف وآتار العملية هذه على العين والدموع اللي ممكن تنزل من النف كسور الأنف ما لا علاقة بالعين ولكن إذا الطبيب أجر العملية بطريقة أن كسر الأنف على أساس أنه يعدل الانحناء اللي موجود وإذا ضغط عليه ضغطة كبيرة مو بالمفروض يضغط عليها ممكن يؤدي إلى انخفاض في جريان الهواء في فتحات الأنف فعقب العملية المريض يحس له صعوبة في التنفس من الأنف مقارنتا بقبل العملية طيب دكتور نلاحظ أن بعض مراكز التجميل والإعلانات التجارية والترويجية تقدم غراءات كثيرة لإجراء أنواع معينة من الجراحات التجميلية التكملية يا ترى شو اللي تنصحون هذا السؤال موجه لكم ثانية شو اللي تنصحون في هذا المجال هذا واحد اثنين كلمة أخيرة بعد كذلك مناخذة لأن الوقت للأسف أدركنا أنا شوف أن الواحد ما ينجذب للإعلام ولا للإعلانات اللي موجودة لازم الواحد يلجأ للطبيب المناسب مثل ما ذكرنا في التطبيق موجود لازم يشوفون خلفية الطبيب الموجود وفي النهاية الكمال كمال الروح مب الشكل الخارجي فكمال الجمال الداخلي هو أهم من الخارجي نعم دكتور كيالي ذكرنا نحن شيء أساسي أول شيء معرف ترخيص الطبيب اختصاصه وشيء آخر المشارك في اتخاذ القرار هاي شيء أساسي نحن عابل نركز عليه أنه المريض ما يتخذ قرار مباشرة في إجراء جراحي التجميل لأنه معظم حسب الواقع الحالي هي تكميلي إلا يكون استشار أخصائي في نفس المجال وعدة أطباء ليعطوا الحل الصحيح نعم إذن خلاصة هذه الحلقة أن يعني يجب التوجه إلى العيادات المرخصة من قبل هيئة الصحة في دبي في إمارة دبي وأيضا بشكل عام الواحد يعتمد على الموافقات التي تحصل عليها مثل هذه العيادات ما يتوجه إلى العيادات يعني مثل ما يقولون فيلا ولا شقة ودخل وحد ما يعرف هذا منه وسوال العملية فلازم يهتم كثيرا بهذا الموضوع دكتور في أقل من ثلاثين ثانية ما هي الإنجازات التي تحققت بالنسبة لعيادات التجميل في هيئة الصحة بشكل عام أهم الإنجازات في ثلاثين ثانية قبل أن نختم أهم الإنجازات أن نحن حاولنا أن نقدم الخدمات الموجودة في القطاع بمبالغ رمزية للمرضى لأن عليهم ضغوطات مادية فحاولنا أن نقدم كل الخدمات على أساس يحسون بالأمان لأن كل المؤهلات موجودة كل الخبرات موجودة كل التخصصات الطبية الموجودة التي تكون مكملة والتي تساعدنا في تقديم خدمة الجراحة التجميلية أيضا وجود الطباء بأسماء بارزة في هذا المجال مثلك دكتور وأيضا مثل الدكاترا ما أريد أن أسمي هناك الكثير من الأطباء في هذا المجال بارزين ولهم أسماء قوية في مجال التجميل دكتور كيالي يعني انطمن الناس أن يجب عليهم أن يتوجهوا إلى أين إلى هيئة الصحة في دبي لأخذ الاستشارة الصحية من الأطباء المختصين طيب أنا في ختام هذه الحلقة يعني لا أملك إلا أن أتوجه بشكل جزيل لدكتور مروان زرعوني استشاري ورئيس قسم التجميل من مستشفى راشد على تواجده معنا وهذه الطروحات الجميلة وأيضا دكتور محمد أسامة كيالي رئيس قسم التنظيم بإدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي شكرين لكم هذا التواجد حقيقة حلقة سريعة جدا مرت علينا ما حسنا في الوقت وهناك الكثير من المحاور في هذا المجال إن شاء الله في المستقبل يعني نعيد تكرار هذا الموضوع ونعيد طرح هذا الموضوع بشكل أو بآخر هناك بعض المستشفيات والعيادات لما تدخل على مواقع التواصل تكتفي باللغة الإنجليزية عندي وقت عيسى ولا ما عندي وقت طيب أنا بحول هذا السؤال وبتصل في السائل وإن شاء الله ما رد عليه ما نخلي الدكتور كيالي يرد عليه لأن موضوع يعني في آلية عمل لها عموما مستمعينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة تجاوزنا الوقت المحدد وعيسى معصب علينا يعني ما نختصر الموضوع ما نقولكم نشوفكم إن شاء الله باتشر في حلقة جديدة وموضوع يخص القطاع الصحي دمتم بخير إن شاء الله صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي